في محافظة سهاج ولكن على صعيد آخر يستعد فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بمحافظة سهاج لمحو أمية 47 ألف مواطن ومواطنة من مختلف قرى ونجوع مراكز ومدن المحافظة خلال العام الدراسي الجديد 2024-2025 الذي يبدأ في يليو المقبل بمشاركة المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني كافة المزيد من التفاصيل في هذه المقابلة التي أجرها زميل عبدالفتاح الدقيشي مع السيد محمد الدالي رئيس فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بمحافظة سهاج نتابع أنهى فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بمحافظة سهاج كافة الاستعدادات لبدء عام دراسي يديد في يليو المقبل من العام الجاري حيث قام الفرع بعقد سلسلة من ورش العمل مع الشركاء من الحكوميين والمجتمع المدني لوضع أسس خط التعليم الكبار على مستوى محافظة سهاج للعام الدراسي 24-25 صرح بذلك الأستاذ محمد الدالي مدير فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بمحافظة سهاج وأضاف أنه في سبيل استعدادات الهيئة لدعم حق زو الهمم في التعليم الجيد وتحقيق أهداف الدولة في هذا الإطار تم استحداث إدارة لتعليم زو الإحتياجات الخاصة للعمل على تحقيق مبادئ التعليم المستمرة والمنصف والشامل لكل المستهدفين ببرامج تعليم الكبار هذا وأضاف الدالي أن خطة العام الدراسي الجديد 24-25 تهدف إلى محو أمية 47 ألف مواطن ومواطن من أبناء محافظة سهاج يسهم في العمل على محو أميتهم كافة مؤسسات المجتمع المدني والحكومي يسعد فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بمحافظة سهاج في خلال هذه الفترة لبدء العام الدراسي الجديد في يوليو من العام 24 وفي سبيل الاستعداد لعام دراسي جديد يأمل فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار أن يكون حافلا بالإمجازات ومسهما بشكل فعال في تحقيق أهداف الخطة القومية لمحو الأمية في أن تكون مصر بحلول عام 2030 خالية من الأمية بدأ فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار في وضع أسس الخطة للعام الدراسي 24-25 وفي ضوط وجهات معالي الوزير الدكتور رضا حجازي ومعالي الأستاذ الدكتور عيد عبد الواحد رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار بأن يكون التخطيط مبنيا على أسس علمية تراعي الفرص والتحديات ونقاط الضعف ونقاط القوة وتحليل للواقع والميدان من أجل أن تكون خطة محو الأمية خطة معبرة تعبيرا صادقا عن الواقع وما تطمح إليه الدولة المصرية من إنجازات في مجال محو الأمية وتعليم الكبار بدأ فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بالتنسيق مع الشركاء في محافظة سهاج في وضع أسس هذه الخطة رصدنا مع الشركاء الفرص والتحديات ورصدنا أيضا مع الشركاء نقاط الضعف والقوة وانتهينا إلى أن يكون مستهدفنا في العام الدراسي الجديد 24-25 محو 147 ألف مواطن ومواطنة من أبناء محافظة سهاج رعينا في هذه الخطة أن تكون المستهدفات على مستوى إدارات تعليم الكبار بالمراكز الإدارية للمحافظة متسقة مع معدلات الأمية في هذه المراكز بعض المراكز ولسيما مراكز الجنوب ترتفع فيها معدلات الأمية ومن ثم فمن الأهمية بمكان أن تتوافق الأنشطة والجهود مع هذه النسب المرتفعة حتى تحقق الخطة على مستوى المحافظة أهدافها المرجوة منها بشكل تنتهي معه خطة وبرامج محو الأمية إلى إعلان المحافظة خالية من الأمية في 2030 الهيئة العامة لتعليم الكبار في هذه الفترة الفرع مع الشركاء من وضع مستهدفات لخطة محو الأمية أيضا الفرع ينسق مع رئاسة الهيئة العامة لتعليم الكبار في تدبير الموارد اللازمة لتنفيذ الخطة وأيضا المناهج التي تتسق مع الطبيعة السكانية لأبناء محافظة سهاج والمهن أيضا السائدة في المحافظة لأنه من المعلوم أن مناهج محو الأمية وتعليم الكبار لا بد أن تتسق مع احتياجات الدارسين المستهدفين بهذه البرامج حتى نضمن انتظام الدارسين في فصول محو الأمية وحتى نقلل من فرص التصرب والإحجام عن فصول محو الأمية وحتى تسهم أيضا هذه المناهج بصورة فعالة في تغيير اتجاهات المواطنين من داخل فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بمحافظة سهاج كنت معكم عبد الفتاح الدقيشي لقناة طيبة